وإحنا بنتكلم برضو عن المنتخبات كل التوفيق دي جهاز المنتخب الأول عنده ماتشين مهمين جداً أمام زنبيا وأمام الجزائر ماتشين مهمين جداً خلال الفترة اللي جاية ده أفضل استعداد لكأس الأمم الأفريقية القادمة اللي هتكون إن شاء الله في شهر يناير رغم اختلافنا مع اتحاد الكرة المصري في بعض الملفات وبعض الأمور اللي بتدار بها الكرة المصرية لكن كلنا على قلب رجل واحد لما بنتكلم عن المنتخبات أو منتخب مصر الأول هتلاقي فيه كلنا كإعلام وكلنا كجماهير وكلنا كمشجعين منتخب مصر هنقول دايماً إن منتخب مصر هو في المقام الأول كنت عايز أقف عند صورة في مباراة الأهلي والإسماعيلي هي إصابة إمام عشور وياريت لو معانا الصورة وقت الإصابة في الملعب يا داكرور ياريت نعرض عشان عايز أقف عند الصورة دي الصورة دي بعد ما إمام عشور خرج من الملعب لأ أنا عايزه هو متعور وقت الملعب وإمام عشور إمام عشور بيبكي تخيله لما جات له الإصابة وهو وقع وطلب التغيير أو نزول الدكتور بسرعة هنا بيتألم من شدة الألم افتكر إنها إصابة قوية لكن الحمد لله الدكتور عمل الإجراءات الأولية سريعا راح لأحدى المستشفات وياريبان بورج العرب عشان يعني يقيم مدى الإصابة الحمد لله إصابة يعني تستلزم من أسبوع لعشر تيام وحتى أبو كان إمام عشور أنا وقفت عنده إمام عشور هو بيبكي في الملعب وبعد المباراة هو بيفكر في منتخب مصر مش في الإصابة بس ده لعيب ما شاء الله في عز تقلقه وبقى إضافة كبيرة للنادي الأهلي وهو مبسوط ودخل وسط اللعيبة بشكل كبير وما شاء الله من اللعيبة اللي بتراهن عليها الجمهور وهو بيبكي إمام عشور في الوقت ده وهو عارف إنه هو هنضام لمنتخب مصر هو بيبكي يطلع أحد الإعلاميين يطلع يقول أصل إمام عشور بيهرب من منتخب مصر ده كلام ده كلامي صح أو ده كلام ينفع واحد هو بيتعور زعلان من الإصابة وبيبكي علشان عارف إن أنا بكرة مش بعد يومين ده بكرة على طول أنا عندي معسكر مع منتخب مصر واسمي نازل في القايمة واسمي تم الإعلان عنه في القايمة أنا مش هقدر أشارك والنهار ده المعسكر المهم معسكر الزنبيا والجزار ده المعسكر ممكن أقول لأخيرة وأفضل إعداد لكأس الأمم الأفريقية القادمة لها يبدأ فيتوريا يحط القوام والتشكيل بتاعه فدي كلها أمور بيفكر فيها اللعب وهو وقع في الملعب فما يصحش النهاردة أحد الإعلاميين يطلع ويقول أصل إمام عشور بيهرب على شام يروحش منتخب مصر ويفضل في الناد الأهلي لا الحمد لله ولا ده طباع لعب الناد الأهلي ولا مسؤول الناد الأهلي ودايما الناد الأهلي في عز احتياجه اللعبته ويكون المنتخب عنده ارتباطات مسؤول الناد الأهلي يقول أن المنتخب مصر ليه الأولوية وله الأفضلية وأيضا لعب الناد الأهلي عندهم نفس المفهوم ترجمة نانسي قنقر